نروح لسيادة العميد ونحن نتكلم عن دور الشركة الوطنية للمقاولات دور كبير عمالية ترفيق مش عمالية سهلة أكيد طبعا هي بدأنا إن شاء الله في شهر سبعة عشرين عشرين بتوجيه من القادة السياسية بتكليف من سيادة رئيس للشركة الوطنية للمقاولات عمل الترفيق في منطقة توشكا الخير عملنا حوالي ثم دراسة المشروع من مركز الدراسات والتصميمات بجامعة القيارة كلية لندسة واشترك في المشروع حوالي حداشر شركة مصرية وطنية أملاقة عشان نقدر في المدة الزمنية القليلة دي نقدر نعمل كمية العمال دي كلها الأعمال دي عبارة عن إيه بقى؟ الأعمال دي عبارة عن أعمال حفر لترع وأعمال ترفيق لمواسير الري خطوط الري اللي بتغذي المناطق البيفوتات وكل المناطق الزراعية أعمال طرق ومدقات نحن عايزين نقف عند كل واحدة هنستفيد بقى في الكلام يعني لو هنتكلم مثلا عن دلوقتي أنا أقول لك إجماليات الأعمال اللي تمت إيه؟ تمام الأعمال اللي تمت اللي اشترك في الحجم العمالة دي كلها حوالي خمس تلاف ما بين مهندس وعامل ومدني من الشركات المنفذة للمشروع تحت إشرافنا وتصميمنا وتصميم كليات الهندس لو نبتدي بسا بخطوط شبكات الري تمام خطوط شبكات الري دي تقريبا بإجمالي أطوال 1107 كيلو متر مواسير بولي السيلين عالي الكسافة قطر المصورة 120 سنتي يعني ممكن بني آدم يقف فيها عظيم إجمالي أعمال حفر عشان نعمل المواسير دي أربعة مليون متر مكعب أتربة وصخور تم حفرها لو نخش على موضوع الحفر الطرع والتبطين عايزين نفهم ده وعايزين نعرف المية جاية منين والمواسير جابت منين وودت لي فين؟ المية جاية من مفيد تشكة تمام كله من طرعة زايد بناخد منها فرعي ناخدين من الطرع الرئيسية اللي مشغالين عليها جاية من النين ناخد منها فرعي آآ فرعي واحد وفرعي اثنين وفرعي ثلاثة ده عظيم جدا فاحنا واخدين من فرع ثلاثة ترع علشان نمد المية للمناطق الزراعية المطلوبة لانها طبعا على مساحات بعيدة الترع دي آآ حوالي عملنا حوالي ترعتين الترعتين دول ترعة آآ لمنطقة اتش والدي بطول تسعتاشر وتمانية من عشرة كيلو متر اجمال الاطوال المنفذة تمانية وتلاثين كيلو متر ترع عشان الترع دي عشان انت حفرتها بحوالي تسعة مليون متر مكعب تم ازحته عشان انت قدر تعمل الترع دي وتم تبطين الترع دي آآ عشان المية تبقى سالسة مش مكنش فيه هدر في المية كمانا تصريب في المية والكلام ده طبعا آآ بحوالي سبعمية وتمانين الف متر مسطح تبطين ترع خلاص انا قط ده بالنسبة آآ لموضوع الترع بالنسبة لمحطات رومباط الري طبعا دي كان فيه مشكلة طبعا كبيرة أثناء فترة كورونا والكلام ده آآ علشان استيراد ترمباط المية دي من الخارج فطبعا بدأنا آآ بسرعة نبتدي نتحرك عشان نبتدي آآ كان مصانع أغلبها ما فيش شغل والدنيا واقفة والاستيراد صعب في التوقيت في التوقيت من سبعة عشرين عشرين حتى الآن كان الدنيا مستهلة فبدأنا نعمل آآ نستورد الحاجات دي بالطيرات مش بالمراكب حتى يعني يعني آآ أستاذ رئيس مجلس صدارة شركة الوطنية الماولاد آآ قد تعلماته لجميع الشركات إن هي توفر جميع السبل اللي هي تقدر تجيب الحاجة دي في أسرع وقت ممكن أستاذنا كل إمكانيات يعني المتاحة وغير المتاحة بخليها متاحة بسخير آآ كانت التكلفة إيه بس الموضوع لازم يتم ترجمة نانسي قنقر